النادي الاهلي من جانب اخر حسم امره في التعاقد مع ريكاردو سوارس الموديل فني البرتغالي ايضا رأي حضرتك فيه sorry can you repeat the question i'll say ممكن من فضلك تعيد السؤال النادي الاهلي تعاقد مع ريكاردو سوارس الموديل فني البرتغالي ايضا رأي حضرتك فيه ريكاردو سوارس طبعا هو واحد من المدربين البرتغاليين هو واحد من المدربين الشباب البرتغاليين انا معرفوش شخصيا بس انا اكلمت معه مرتين او ثلاثة بس انا ما كنتش متابع جدا كمدرب بس اللي انا اعرفوه عن المدرب ان هو شخص كويس جدا انا بحبه جدا هو بيعمل شغل كويس جدا في اخر سيزن او اخر فترة هو كان شغال كويس جدا وده يبقى حاجة قوية جدا بالنسبة له ان هو يدرب فرقة من الفرقة القوية ذا الا او الزمالك في مصر وطبعا هو هيقدر يعمل شغل كويس علشان يقدر يكتشف الطريق ان هو ينجح او يكسب المتشوات واظن ان من الفين وثلاثة وهو بيدرب وهو بيدرب الشباك فتقريبا هتبقى حاجة صعبة جدا عليه وهتبقى حاجة كويسة كمان وهيبقى حاجة صعبة عليه ان هو لان في الاهلي او الزمالك لازم الطريقة الوحيدة ان انت تكسب ان هي لازم ان انت تكسب كمدرب بس طبعا هو عمل سيزن قوي جدا السنة اللي فاتت في البرتغال ترجمة نانسي قنقر